بالتسعة وتمانين المدرب بالكابتن عز منصار طبعا بالمعسكر كنا موجودين قبل وعارف امكانيات اللعيبة اللي موجودة عنده طلب مني ان انا يعني باخرد جيتين ان اقدم اخط النص انا مدافع طلب مني اقدم اخط النص ورجع لها يعني الكابتن صفوان ماضي على خط الدفاع واشي زي هي كده واي كرة بمسكها ان اصوب على المرمى ولاحظتها قدمت انا وطلبت من زملاتي نرتب المنطقة الخلفية وانا بالهجوم راح اهاجم وبالدفاع برجع كمان بغطي ولانه احنا في الوقت هذا لازم احنا نضغط زي ما حكى الكابتن وكانت كرة رمي التماس ضغطنا لهم للمنتخب الليبي ضغطنا على المنتخب الليبي وكان الحارس طبعهم والفيديو ببين بضيع وقت بالوقت هذا انه خلص واشي زي هيكد ضغطنا عليهم الكابتن فادي لافي وكابتن محمد سويركي في المنطقة منطقة الشمال والحمد لله خدنا رمية التماس في الفترة هدي انا كنت يمكن نقود دام من السنتر ومحد عندي وكابتن محمد سويركي عشمالي قلت له هو اللي لعب رمية التماس قلت له العب بسرعة ما فيش حدا عندي ارمي للكرة